مساء الخير عليكم جميعا النهاردة معنا مشروع درجة اولى سواء شاركنا في الاكتتاب او لا المشروع ده مشروع بول رن بامتياز والمشروع كمان نازل في توقيت على ابواب البول رن المشروع اسمه زيك لينك والحقيقة المشروع ده هيقدم حاجات كتير اولها منص التداول لكن هو بيقدم التداول على اكتر من التشين هنشوف مع بعض بعد شوية بشكل عملي لان من شروط الاكتتاب وهو انك تستخدم المنصة بتاعتهم وتعمل عليها تداول اولا المنصة بتدعم 16 شبكة وحصل على المنصة دي 2 مليون عملية تداول فالشبكات اللي بتدعمها عندنا الشبكات العادية جدا بما فيهم الشبكات الجديدة زي اوبتميزم وبيز بل هيدعم مانتا وعندنا زيك سينك وعندنا ستارك نت وعندنا الشبكة الجديدة بتاعت بي اين بي اوب بي اين بي عندنا سكرول وعندنا لينية بالاضافة الى الشبكات الرئيسية اللي احنا عارفينها الايثر والافاكس والبي اين بي والبوليجون والشبكة الخاصة باوكي اكس اكس وان فالمشروع مهتم بالشبكات القديمة والشبكات الجديدة واللي لسه هتنزل كمان التداول على المنصة دي هيغنيك عن استخدام جسر ما بين الشبكات فانت تقدر تعمل سواب ما بين كل العملات على كل الشبكات في مكان واحد بمحفظة واحدة بدون الحاجة لاي جسر زائد ان السيولة هتكون موحدة على كل الشبكات بالاضافة الى ان هم بيستخدموا عملة الدولار مش العملات السابتة اليو اس دي تي واليو اس دي سي اكيد انها موجودة برضو متاح بيها التداول لكن هم بيستخدموا الدولار العادي جدا فهم بيستخدموا الدولار علشان ما يحصلش اي اختلاف في السعر لان العملات السابتة زي اليو اس دي تي واليو اس دي سي احيانا اسعارها بتتغير وكمان هم مهتمين جدا بموضوع الحماية وده موضوع مهم جدا لان احنا كتير بنسمع عن عملة كذا او شبكة كذا تم اختراقها وسرقة مبالغ كبيرة جدا فهم اهتموا جدا بموضوع الحماية المعاملات رخيصة وسريعة جدا تصل الى اكتر من الف معاملة في الثانية الوحدة في الايكو سيستم بتاعهم عندهم تلات حاجات اول حاجة عندهم زد كي اكس اتشينج وده عبارة عن منصة تداول دي اللي المفروض ان احنا نتداول عليها علشان نزود فرصنا في الحصول على الاكتتاب لو بصينا هنا الشبكات اللي بيدعموها عندنا الزيكسينج إيرا واللينيا بالاضافة طبعا الى البي ان بي والاربتروم البوليجون الافاكس الاوبتيمز البيز والاوب بي ان بي والستارك نت لسه مشغالة بالتأكيد تاني حاجة عندهم بيقدموها حاجة اسمها زد كي جامب دي لسه مشغالة في الوقت الحالي لكن واضح انها تكون بتدعم التعويل من الشبكات زي ما احنا شايفين من الايثر الى البوليجون على سبيل المثال واخيرا عندهم اوبن وورلد وهي منص التداول برضو لكن حاليا هي لسه مش جاهزة هي في وضع التست نت هنا بيدعمو شبكات اكتر فهنلاقي منتا تست نت بالاضافة الى الشبكات التانية كلها بالاضافة الى التلات خدمات الرئيسية دي فهم كمان هيقدمو خدمة بناء بحيث ان المطورين يقدروا يبنوا التطبيقات بتاعتهم بالاضافة كمان ان هم عندهم سكانر خاص بهم زيك لينك سكان فتقدر تبحث برقم المعاملة زيه زي الايثر سكان الشركات قوية جدا مفيش بعد كده عندنا لير زيرو عندنا سايبر كوننكت جالاكسي عندنا ماث والت وبي وير لابس بالاضافة الى سيرتك بالاضافة الى ان في شركات كتير استثمرت في المشروع ده عندنا كوين بيز والبوليجون والسولانا وهوبي كلوبل ومنصة كريبتو دوت كوم ابرز اللي جيه في الرودماب بتاعهم ان هم هيقدموا ان اف تي تريدنج وانك تعمل منت للان اف تي كمان بالاضافة الى ان هيكون فيه مازادات وكمان على اخر السنة دي هيقدموا حلول تسرع شوية من معاملات الهاردوير الاكتتاب هيكون على منصة كوين لست لكن بالسهل ان احنا نشارك في الاكتتاب مش هيكون مفتوح لكل الناس في حاجة اسمها ويتلست فهم هيخلوا الناس بس اللي تعمل لها ويتلست ان هي تشارك في الاكتتاب مهما كان معاك نقط كرمة على الاغلب مش هيجي لك رابط خاص او حصة في هذا الاكتتاب لازم انك تقدم على الوايتلست فاول خطوة هسيب لك رابط في وصف الفيديو اول رابط مهام لازم تقدر انك تنفز منها على قد ما تقدر فاول لما تفتح الرابط بالشكل ده هيكون فيه مهام عادية جدا من فولو لتويتر انك تدخل الديسكورد بتاعهم وهكذا بالاضافة الى ان في اسئلة هنا لازم تجاوبها فانا هقول لك على الاسئلة الصحيحة اللي انا جاوبتها عندنا اول سؤال اول كويز اجابته no ما اقدرش ان انا اشوف السؤال بعد ما جاوبته للأسف لكن الاجابة no سيبك من اجابة السؤال التاني fail جاوبتها غلط ثالث سؤال اجابته اللي بتبدأ ب it does not provide السؤال الخامس اجابته zkex السؤال السادس اجابته zk proofs ودي السؤال التاني اجابته all of the above والاسئلة الجديدة اللي لسه هتنزل بعد كده هنزل اجابتها على group telegram فبرضو هتلاقي الرابط في وصف الفيديو ياريت تنضم للجروب بعد ما نفست شوية المهام اللي احنا شفناها لما تفتح صفحة الاكتتاب هتضغط هنا على apply for whitelist مهمة جدا لازم تعملها يبقى اول حاجة هتملى الفورم ده ولازم تملى قبل يوم 16 يناير الساعة 12 بتوقيت جرينيتش لازم تعمل follow lezik link على twitter وتدخل جروب التليجرام وهكذا كل المهام دي هتلاقيك نفستها تلقائي لما تضغط على اول رابط انا سايبه لك لانه هو هيطلب منك انك تعمل المهام دي النتائج ان شاء الله هتكون يوم 19 يناير هيعلنوا عن الاشخاص اللي هيتسمح لهم بالمشاركة في الاكتتاب وطبعا لازم تسجل للاكتتاب على موقع ال coin list زي ما نسجل حالا فيه شرطين مهمين جدا للwhitelist اول شرط انك تعمل follow lezik link على كل حاجة twitter وهكذا فالمهمة الاولى اللي احنا هننفذها بالاضافة الى اجابات الاسئلة هتلاقيه هو بيقولك اعمل follow لكذا اعمل retweet ادخل جروب التليجرام فانت هتنفذهم تلقائي لما تعمل المهام اللي هنا تاني مهمة وهو انك لازم تعمل معاملات على الزيك link اول حاجة علشان تنفذ المهمة دي فانت هتختار من هنا equity apps وتروح لzkex لما تفتح معاك الصفحة بالشكل ده هتضغط على trade on alpha من 2.0 خلي الشبكة عندك على ال bnb مفيش مشكلة او غير الشبكة براحتك من على الشمال هنا هتضغط all markets اول حاجة لما تيجي تختار من هنا ابعد عن اللي جنبهم usd فقط روح لاي عملة مقابلها usdt وليكن مثلا bnb او لما تفتح معاك الصفحة كده هتضغط connect wallet بعد اما تربط المحفظة مش هتلاقي قاري معاك ال bnb مع انك معاك bnb في محفظتك اول حاجة علشان تعمل تداول فانت هتلاقيه كاتب لك اقل حد 0.1 علشان انا قبل كده حولت مبلغ اقل من المطلوب وما قدرتش ان انا عمل اسواب وفي الاخير اضطريت ان انا حاول تاني فانت حاول زيادة عن 0.1 علشان لما تيجي تعمل اسواب وتسحب فلوسك مرة تانية برضو هيقول لك اقل حد للسحب كزا فعلشان تحط رصيد هنا هتروح فوق على كلمة بعدين هتضغط هنا على وتختار اول حاجة هتختار الشبكة من فوق بعد كده هتختار العملة لازم تضغط عليها كده اراها معاك بعد كده تضغط هنا المبلغ اللي انت عايز تحوله حول اكتر من 0.1 وليكن 0.12 مثلا وتعمل وتوافق من محفظتك وتحول البي ان بي اللي معاك وليكن ليو اس دي تي مثلا لان في حاجة جميلة هنا تقدر تعمل اسواب من البي ان بي للايثيريوم مباشرة زي ما قلنا مش محتاج بريدج حولت وبقى معاك مثلا ايثر فانت كده استخدمت الاسواب ده فاحنا عايزين نستخدم برضو المنصة فانروح تاني لتريد بعد كده تروح هنا عند اول ماركتز وتختار اول اختيار اثيريوم يو اس دي علشان نتداول هنا على المنصة دي لان المنصة دي بتقبل فقط مقابل يو اس دي اما لو اخترت اي عملة مقابل اليو اس دي تي فهيحولك على السواب فاحنا خلاص عملنا سواب احنا عايزين نتداول هنا على المنصة من على الشمال هنا مثلا هتضغط سل لو عايز تبيع الاثيريوم بتاعك تحط هنا السعر او لو عايز بسعر الماركت تختار من القيمة هنا ماركت وتحط هنا الكمية اللي عايز تبيعها وتضغط سل يبقى انت كده مثلا بقى معاك يو اس دي فلو عايز تسحب العملات بتاعتك مرة تانية فانت لازم تبيع اليو اس دي وتشتري بيه اي عملة وليكن تشتري البي ان بي من جديد لكن تشتريها مقابل يو اس دي وتعمل باي نفس القصة تختار السعر او بسعر السوق تختار الكمية وتبيع كده بقى انت معاك البي ان بي مرة تانية تقدر تعمل ويدرو من هنا نفس الكلام هتقول له اسحبه على محفظتي تختار الشبكة وبعد كده تختار العملة حط هنا الكمية ماكس مثلا كل اللي معايا وتضغط ويدرو يبقى انت كده عملت كل المعاملات تقريبا عملت اداع سحبت تداولت على المنصة هنا الرئيسية وعملت كونفيرت هنا من شبكة لشبكة يبقى كده احنا حققنا كل الشروط حط هنا اميلك تربط المحفظة اللي اتعملت بيها على الزيكسينك تربط تويتر ديسكورد تضغط سنت الاكتاب هيكون يوم الخميس 25 يناير سعر التوكن هيكون 15 سنت هناخد 30 في المية وقت الادراج والادراج متوقع يكون في اخر شهر مارس وباقي الكمية هتتوزع على مدار 9 شهور اقل قيمة للشراء 100 دولار واقصى قيمة خمسمية وتقدر لو اشتريت بخمسمية تطلب زيادة حد ادنى مية والحد الاقصى الف وخمسمية فخلاص كده بعد ما نفزنا كل المهام هنضغط هنا على ريجستر ناو اول سؤال اجابته واحد مليون متين وخمسين الف تاني سؤال اجابته اللي بتبدأ بمالتي تشين تالت سؤال هو الاجابة اللي في النص يو اس دي سي ويو اس دي تي بعد كده كوين لست دوت سي او سعر السيل هيكون 15 سنت اخر اجابة بعد كده الاجابة اللي في النص في الصفحة دي بيطلب منك انك تربط محفظة في ناس كتير بتطلقبت وتقول هو انا المفروض اليو اس دي تي بتاعي يبقى على الميتا ماسك لأ الميتا ماسك ملهاش اي علاقة بالاكتتاب نهائيا بيطلب منك عنوان محفظة تحسوا لان المشروع ممكن يوزع لك العملات عن طريق الميتا ماسك يبقى بعيد خالص عن كوين لست وبعض المشاريع بتنزلك العملات على المنصة مباشرة يناس برضو بيحصل لها لاخبطة هنا لما بتكتب المبلغ المطلوب بتلاقيه راح مطلع لك عنوان يو اس دي تي وبيقول لك ابعت على شبكة الايثيريوم فقط ففي حل تاني هقول لك عليه انت بعد ما حطيت المبلغ ودست continue وتجاهلت الرسالة اللي طلعت لك اضغط فوق هنا على كوين لست او روح للصفحة الرئيسية يعني لما تفتح معاك الصفحة الرئيسية من على الشمال اضغط على كلمة wallet عندك هنا على الشمال كمية عملات لا حصرة لها فانت هتختار اي عملة يكون سعر الشبكة بتاعتها ورسوم التحويل رخيصة طيب ايه العملة اللي انا مجربها ودايما بودع عليها عندي خيار الالجو بختار الالجو وبعدين بضغط هنا deposit زي ما بتعمل اي دهاء عادي في اي منصة هيروح مديك عنوان الجو عادي جدا هتسحب من اي منصة الجو على شبكة الجو الرسوم رخيصة جدا بعد ما توصلك العملات هتروح هنا على الشمال تختار برو تريدنج هيروح فتح لك صفحة تداول عادية جدا هتختار الالجو يو اس دي تي تبيع الالجو بقى معاك يو اس دي تي بسيطة العملية مفيش ابسط من كده بالتوفيق للجميع واشوفكم في فيديو اخر سلام اشتركوا في القناة